السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأسكى السلام أما بعد أهلا وسهلا بكم عزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من مادة المعرفة المالية سنتحدث بإذن عز وجل عن ما هو المقصود بإعداد الميزانية لكن قبل ذلك نستذكر معكم ما أخذناه سابقا تحدثنا سابقا أولا عن الدخل وأثر زيادة التعليم على الدخل وكذلك ذكرنا أثر سلوكيات المستهلكين في الإنفاق ذكرنا في الفصل الثاني عن الإنفاق وذكرنا كيف تؤثر سلوكيات المستهلكين على الأسعار إما إجابا أو سلبا فمتما كان السلوك المستهلك سلوكا عقلانيا كلما أثر ذلك إجابا على أسعار السلع أما إذا كان ذلك السلوك سلوكا اندفاعيا أو عاطفيا كما ذكرنا فسيؤثر سلبيا وعند ذلك ذكرنا مجموعة من استراتيجيات في الشراء ذكرنا استراتيجية الاقتصاد في الشراء وهي عدم الشراء إلا بالقدر الذي يحتاجه الشخص وذكرنا أن هذه استراتيجية هي من استراتيجيات الشراء العقلاني كذلك ذكرنا استراتيجية أخرى من استراتيجيات الشراء العقلاني وهي استراتيجية الاقتصاد المثلى وذكرنا هو تحقيق أكبر فائدة من شراء تلك المنتجات سواء كانت في الوقت الحاضر أو الوقت القادم وهذه من ضمن استراتيجيات ثم ذكرنا بعض التوجيهات تقوم بها قبل الشراء وأثناء الشراء وكذلك بعد عملية الشراء بعد ذلك انتقلنا إلى الفصل الثالث وذكرنا وتحدثنا عن الادخار وذكرنا أولا التضخم وأثر التضخم على الادخار وأن كلما زاد التضخم أقلت القوة الشرائية للمال فما كنت تستطيع شراءه في وقت من الأوقات متى ما ارتفع التضخم لا تستطيع شراء ذلك المنتج أو الحصول على تلك الخدمة بنفس المال الذي كنت تحصل عليه سابقا هذا مفهوم التضخم وتحدثنا كذلك عن ناتج المحلي الإجمالي وذكرنا أن الناتج المحلي الإجمالي هو ما يكون داخل المملكة العربية السعودية كدولة أو ما يصدر للخارج من السعوديين في الخارج كل ذلك يعتبر من ناتج المحلي الإجمالي وكلما زاد الناتج المحلي الإجمالي أثر ذلك إيجابا على حياة وسلوك ساهم ذلك بارتفاع وزيادة الحالة المعيشية نحو الأفضل متى ما كان الناتج المحلي الإجمالي مرتفع ولا شك أن ذلك من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كما ذكرنا ذلك سابقا اليوم نستكمل حديثنا في الفصل الثالث عن الادخار وسنتكلم بإذن الله عز وجل اليوم عن الميزانية وما المقصود بها فلنبدأ معكم سويا على بركة الله أهداف هذا الدرس أولا تحديد الهدف من الميزانية الشخصية ثانيا شرح كيفية إعداد الميزانية الشخصية إعداد الميزانية إحدى أهم مراحل إدارة أموالك هي مرحلة إعداد الميزانية وعادما تهدف الميزانية إلى وضع خطة تحدد كيف ستنفق المال أو تدخره وتستخدم بالتالي لتسجيل ما يليه أولا الدخل وتعرف التدفقات النقدية الداخلة من المهم جدا في إدارة مالك الشخصية أن تحدد ما هي ميزانيتك وكما ذكرنا سابقا تحدد الخطة الشرائية الخاصة لك هنا سنتحدث في الخطة الشرائية عن مكونين المكون الأول هو الدخل وكم التدفقات النقدية التي تأتيك وهذا ما تحدثنا عنه في الفصل الأول ثانيا النفقات وهي التدفقات النقدية الخارجة وهو ما تنفقه أو تصرفه في شراء المنتجات أو السلع المختلفة توضح الميزانية الدخل والنفقات المقدرة لتساعدك في إنشاء خطة مالية مهم جدا حينما نعد ميزانية شخصية أن نعرف مكوينين رئيسيين المكون الأول وهو مقدار الدخل الذي يأتي إليك وهذا تحدثنا عنه بإسهاب في الفصل الأول وذكرنا أهمية زيادة الدخل حتى تحقق لك حياة كريمة كذلك ذكرنا وهو المكون الثاني في إعداد الميزانية وهو النفقات مهم جدا أن تعرف ما هو احتياجاتك وكم المقدار من المال الذي ستحتاج لصرفه على تلك الاحتياجات أو الرغبات بعد ذلك بعد أن تعرف مقدار الاحتياجات ومقدار النفقات تستطيع أن تعرف ميزانيتك هل هي متوافقة مع خطتك أم لا ويجب إعداد ميزانية لتساعدك في تحقيق أهدافك المالية مثل دفع النفقات الحالية كالفواتير المنزلية ورسوم العضويات والاشتراكات المختلفة حينما تضع خطة مالية لك وتضع الميزانية مهم جدا أن تعرف النفقات الحالية التي يجب عليك دفعها مثل الفواتير المنزلية المختلفة مهم جدا أن تعرفها وهذا كما ذكرنا في المكونين الرئيسين حينما تحدثنا عن أحد المكونات في إعداد الميزانية وهو معرفة النفقات فدفع النفقات الحالية هو من ضمن معرفة ما هي النفقات الحالية التي تستلزم عليك أن تدفعها التخطيط لعمليات شرائية متوسطة للأجل كشراء غسالة أو سيارة جديدة أو غير ذلك وهذا من الوعي المالي والمسؤولية المالية لدى الفرد حينما يعرف ما هي الأشياء التي سيحتاج إلى شرائها ليس في المدى القصير فقط بل يحتاج إلى معرفة ما يحتاج إلى شرائه في المدى المتوسط مثلا حينما يحتاج شراء إلى شراء سيارة جديدة قد لا يستطيع شراءها الآن لكن حينما يكون لديه هدف يسعى إلى تحقيقه فإنه بعد ذلك سيقوم بالتخطيط لتوفير المال وتقليل بعض الرغبات لديه حتى يستطيع شراء تلك السيارة الجديدة وهذا من الوعي المالي كما ذكرنا وهذا من المهم جدا في إعداد الميزانية تصور الأهداف متوسطة الأجل الإدخار للمستقبل مثل شراء منزل أو استعداد لمرحلة التقاعد أو غير ذلك مهم جدا أننا نبدأ بإدخار المال وهذا يكون من الأجزاء المهمة في إعداد الميزانية ومن الجيد ومن الحصافة والذكاء أننا نبدأ بالإدخار المال أولا ثم بعد ذلك ننفق وليس عكس ذلك أن نبدأ أولا بالإنفاق ثم ما يتبقى بعد ذلك ندخره لأننا في الغالب نستهلك بالقدر الذي يوجد لدينا من المال فنبدأ أولا بالإدخار ولا ننفق إلا ما تبقى بعد الإدخار مبلغ معين من المال وهذا يعتبر كما ذكرنا من المسؤولية المالية في إعداد الميزانية الخطوات التي يجب اتباعها لإعداد الميزانية أولا الخطوة الأولى تحقق أولا من المبلغ المتوفر لديك للإنفاق أو للإدخار كم المبلغ الذي لديك وهذا ما نتكلم عنه في الغالب في الدخل كم يوجد لديك وكم الذي تستطيع إنفاقه وكم الذي تستطيع أن تدخره مهم جدا تحديد ذلك وهذه من الخطوات الأساسية والمهمة وهي الخطوة الأولى تحديد كم مقدار الإنفاق وكم مقدار الإدخار الخطوة الثانية بعد ذلك حدد المبلغ الذي تود الدخارة والمبلغ الذي تنوي إنفاقه بعد ذلك تحدد كم ستنفق وكم ستدخر الخطوة الثالثة أخيرا اختر السلع والخدمات التي خصصت لها مبلغ الإنفاق فمهم جدا أن تختار تلك السلع التي تحقق احتياجك وفقا للمبلغ الذي حددته للإنفاق تذكر أن الميزانية تعتبر خطة وقد يختلف كل من دخلك ومن دخلاتك ونفقاتك الفعلية عما هو مخطط لذلك ذكرنا سابقا مهم جدا أن نضع ونخطط لإدارة مالنا والعملية الشرائية وكذلك لميزانية مهم جدا أن نخطط لذلك كله لكن من المهم كذلك تصور أننا ربما لا نستطيع تنفيذ الخطة كما وضعناها لأننا لا نعلم ما هي المتغيرات التي تحدث لنا أولا وما هي المتغيرات التي ربما تحدث من حولنا فنحتاج إلى وضع خطة للميزانية لكن قد يكون نحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة والضرورية واللازمة وهذا ما نسميه بالمرونة في الخطة حالما تكون هناك ظروف سواء من تلقاء أنفسنا أو ظروف خارجة عن إرادتنا وبالتالي نعدل تلك الخطة بما يتوافق مع تلك التغيرات لكن كما ذكرنا سابقا لا تكون تلك المرونة مبآلغ فيها فتكون التغيرات هي الأساسية والبقاء على الخطة هو الفرعي وهو بعد ذلك أو هذا ليس هو الجزء الأساسي بل المتطلب وهو الشيء الأساسي هو الالتزام بتلك الخطة والمتغير والذي لا يكون عادة هو الذي يكون المرونة في تلك الخطة غالبا ما يتم إعداد الميزانية على أساس نسبة 50-30-20 وسنوضح ذلك بعد قليل من أجل توزيع الدخل بالتالي عليك إعداد ميزانيتك وفقا لما يلي الميزانية تكون 50% يجب أن تنفقها من دخلك على احتياجاتك قد تتضمن ما يلي السكن رسوم الإيجار أو الرهل العقاري الطعام توثير مرافق الخدمات وسائل المواصلات هذه من المهم جدا أن تتصورها ولا يعني ذلك أن الأرقام هذه محددة بالضبط لكن كما ذكرنا هو الخيار الأفضل عادة وقد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا حسب كل شخص وحسب ما لديه من احتياجات ورغبات أولا 50% من الدخل يكون ينفق على الاحتياجات التي لديك وتنفق على المسكن، المطعم، المشرب وغير ذلك من الأمور الأخرى تنفقها بقدر 50% من راتبك فقط ولا تزيد عن ذلك وتحاول أن توائم احتياجاتك مع هذا المقدار وهو 50% من مرتبك يمكنك أن تنفق 30% من دخلك على رغباتك تتضمن الرحلات والإجازات والمطاعم شراء ملابس من علامات تجارية معروفة والمجوهرات وغير ذلك هذا كذلك من المقترحات أن يكون رغباتك تحقيقها بمقدار 30% من دخلك وتصرفها على إجازة أو على ترفيه أو على غير ذلك من الأمور الأخرى وقد كما ذكرنا تزيد هذه النسبة فمثلا الشخص الذي مثلا لديه اقتراض أو غير ذلك يمكن أن يقلل هذه النسبة وينفق تلك على حاجات أساسية أو أن الشخص الذي دخله أقل نوعا ما فقد تقل هذه النسبة وتزيد تلك النسبة بما يحقق له توازن معيشي بشكل جيد ثالثا يجب أن تخصص 20% من دخلك للإدخار والإستثمار وقد يتضمن ما يلي الإدخار في حساب مصرفي سداد الديون والإستثمارات وغير ذلك فحينها ستوازن ومن المهم جدا أن يكون لديك إدخار لا يقل عن 20% وإذا ما كان لديك بعض الإلتزامات قد يقل قليل لكن من المهم جدا أي كان دخلك أن يكون لديك إدخار فما تعلم ما هي المتغيرات التي قد تطرع عليك لاحقا وبالتالي قد تحتاج إلى تلك المدخرات في المستقبل وهذا مقترح وهذا من الأفضل مقترح يعني هو الأفضل في طريقة توزيع الدخل على الإنفاق وعلى الإدخار بهدف إعداد ميزانية شخصية يجب عليك اتباع أربع خطوات بسيطة يعرض الشكل الذي سنعرضه قليل نموذج عن الميزانية بإمكانك الاقتلاع على كل جزء من الميزانية أثناء قراءة الخطوات التي يجب اتباعها لإعدادها في الفقرات التالية نلاحظ هنا هذا الدخل وكيفية توزيع المصروف أسبوعيا وشهريا وسنويا مصروف على وجبة الغداء كذا ومصروف آخر بالطريقة هذه وإجمال الدخل بعد ذلك نحسبه وهذا مثال على طريقة إعداد الميزانية هنا نلاحظ المدخرات مثلا إدعاء في حساب الإدخار بشكل يومي وشكل شهري وشكل سنوي وهنا إجمال المدخرات كذلك النفقات نضع النفقات التي لدينا في اليوم وفي الشهر وفي السنة وبذلك نعرف إجمال المدخرات والنفقات وهذا مثال بسيط على طريقة كيفية إعداد ميزانية وإمكان استخدام طرق مختلفة لإعداد الميزانية الشخصية ولكن مهم جدا كما ذكرنا أن تعد الميزانية وفقا لخطة وأهناف محددة سواء كانت تلك الأداة قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل وتراعي فيها جميع مراحلك العمرية وكذلك القوة الشرائية للنقود والتضخم وكذلك نمو الأسرة وجميع العوامل التي تؤثر على ذلك وكانت تراعي ذلك كله في إعداد تلك الميزانية الشخصية الخطوة رقم واحد قدر الدخل في إعداد الميزانية قد تتعدد مصادر الدخل الخاص بك وسواء كان هذا المال مكتسبا أو غير مكتسب عليك تتبع مصدره وعدد المرات التي تتلقى فيها هذا المبلغ مهم جدا معرفة الدخل بالتحديد وهل هذا الدخل هو دخل ثابت أو أنه دخل متغير وتعرف بالتحديد كم يبلغ هذا الدخل وما هو مصدر هذا الدخل حتى تستطيع إعداد الميزانية بشكل أفضل بما أن إعداد معظم الميزانيات يحدث مرة واحدة في السنة فإنه يجب عليك حساب دخلك على مدار عام كامل وتحقق من إجمال الدخل السنوي الذي يقدر بـ 8400 ريال سعودي قد تتلقى دخلا على أساس أسبوعي قد يتمثل في مصروف وجبة غداء وشهري قد يتمثل في مصروف شهري أو سنوي قد تمثل في هدايا العيد العيدية وغير ذلك مهم جدا في إعداد الخطة أو الميزانية الشخصية عادة تكون إعدادها على مدار عام الكامل فتحسب دخلك لمدة عام كامل لأن الالتزامات التي تكون لديك مختلفة ومتفاوتة مثلا نحتاج إلى الصرف في فترة العيد ربما لا نحتاجه في فترات أخرى كذلك قد يكون لدينا بعض من المنسبات ونحتاج إلى صرف مبالغ بشكل أكبر فنحتاج إلى معرفة الدخل الذي لدينا خلال سنة كاملة حتى نستطيع بعد ذلك إعداد النفقات الخاصة لذلك كما سنستعرض في خطوات إعداد الميزانية والتي أولى خطواتها هو تقدير الدخل بصرف النظر عن الوقت الذي تتلقى فيه الدخل يمكنك حسابه على أساس ميزانية شهرية أو سنوية في حال تلقيت دخل أسبوعيا اضطرب المبلغ الأسبوعي في أربعة لحساب المبلغ الإجمالي في الشهر مثلا إن مبلغ عشر ريالات تتلقاه أسبوعيا يساوي أربعين ريال في الشهر يمكنك تقريب الرقم إلى أقرب الرقم صحيح طالما أن إجمال المبلغ السنوي دقيق فربما يكون هناك مصروفات أو دخل إضافي لديك قد يكون بشكل أسبوعي أو بشكل متغير فتقدر ذلك بشكل شهري بماذا يؤثر على الميزانية الشهرية وإذا ما زاد أو نقص من ذلك الدخل ربما تحتاج كما ذكرنا إلى المرونة في إعداد أو خطة الميزانية التي أعددتها وفي حال تلقيت دخلك على أساس شهري يمكنك تضرب المبلغ في 12 لتحصل على دخلك السنوي وهذه طريقة كما ذكرنا في إعداد الميزانية السنوية وحين تطلع على الميزانية من منظور شامل أي المال الذي تكتسبه وتنفقه خلال عاما كامل قد تتغير طريق تفكيرك في المال بشكل كبير لأنك استنظر إلى المال خلال سنة كاملة وستوازن وتوائم ذلك الدخل على مدار سنة كاملة وليس على مدار شهر أو أيام معينة وبالتالي تحقق احتياجاتك الأساسية وبعض الرغبات التي لديك ولا يكون لديك سلوكيات شرائية خاطئة في الختام لا يسعوني أعزاء الطلاب والطالبات إلا نشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم شكرا لكم دمتم بويد